عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة مباحثات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية وقيادات المنظمات الدولية للطاقة وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول أدبك 2021 وقد عقد الملة لقاء مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر ووكالة الطاقة الدولية وذلك لإنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر العام المقبل بمدينة شرم الشيخ كما عقد وزير البترول اجتماعا مع رؤساء شركات كوب رايات البترول التي شملت شركات هالبرتون وبيكرهوز لبحث أنشطتها الحالية في مصر وتعزيز التعاون مع قطاع البترول